ساليو تول موند جاسبير كوزالبيان بكبو من سيوان عياش النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج اولعدادي لسنة 2025 بإذن الرحمن النهاردة هنبدأ بداية كده يعني صغيرة عن بعض الكلمات بعض القواعد وان شاء الله هكمل معكم المنهج كل اسبوع يكون في حصة أو حصتين بإذن الرحمن يعني عند عائلة ايه فرج وفي بعض الكتب تسميها لفامي غضا وعائلة غضا ممكن نسميها كده او كده هنبدأ اول حاجة في معرفة بعض الكلمات والكلمات دي لازم تتحفظ طبعا ولازم اتبعت نطقها على الجروب بتاعنا زي ما تفقنا على جروب الايه التليجرام طيب لو في حل بنحله فين تحت في اليوتيوب الكلمات المذكر اول كلمة معانا اسمها يعني لقب يعني لما جاء انا اسمي مثلا هاني اياش الاسم بتاعي اللي هو البرنام بتاعي هو هاني اما النم بتاعي هو مين هو اياش يبقى البرنام اللي هو الاسم الاول والنم اللي هو الاسم التاني او اللقب وفي الكلمتين دول مش بننطق حرف الام هنقولها بخينو وكلمة نو طيب الكلمة التانية اسمها أن فاو أن فاو أن فاو لاحظتوا حاجة ننطق هنا حرف الان طيب أن فاو معناها طفل أن جرسون يعني ولد أن بي بي يعني طفل رضيع وأن فيس مش هننطق حرف الال فيس معناها ابن يبقى احنا خذنا بعض الكلمات وطبعا هنطقلكو تاني عشان الناس اللي بتحب تنطق كويس نتخل بعد كده على الجزء الثاني أنا مي صديق هننطعي الان خلي بالكم الان دي لو جاب عديا وفويل هنا ننطعها أنا مي طب هنا ننطعي الان لا أماري ننطعها أماري معناها زوج أنا لأف يعني تلميذ أنا لأف أم ليفر يعني كتاب أم ليفر أمامبغ معناها عضو أو فرض أمامبغ أنام رجل أنام رجل يبقى عندنا أنا مي أماري أنا لأف أم ليفر أمامبغ أنام هنا الأشي مش بيتنطع في الفرنسي ننطعي الان مع الأو يبقى أنام أنام كده يبقى أول حاجة بدأنا بيها هي كراءة الكلمات بتاعتنا لنو مسكولا الكلمات المذكر أمم أنام أمم أمم أنام يبا احنا كده النهاردة ان شاء الله هنقض مع بعضنا الكلمات المسكلة بقية الكلمات هنوزعها على الحصص القادمة المرة جاء النور في مينان مرة بعدها كلمات الفامي وهكذا يبا نسيب الفوكابيريق دلوقتي ونخش على حاجة تانية اسمها الجرامير الجرامير دلو القواعد عايزين نعرف تأسيمة الجملة الفرنسية أجزاء الجملة في الجملة العربية بيبقى فيه جملة فعلية وجملة اسمية الجملة الاسمية بتتكون ممتدى وخبر والفعلية من فعل وفاعل في الفرنسية بقى الجملة بتبدأ بحاجة اسمها سيجي سيجي ده يا شباب اللي هو الفاعل صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده عشان ينوض حسنات يبقى السيجي معناه الفاعل سيجي ما ننطاش حرف ت هنا سيجي وده بييجي في اول الجملة تاني حاجة بتيجي اسمها الفاعل ثالت حاجة اسمها المفعول ايه ده هو انت لسه عملتش لايك طب اعمل لايك كده بطل كسل وبخل شوية وانتي كمان اعملي لايك برضو وما تنسوش موضوع الواجبات يبقى عندنا السيجي وعندنا الفاعل والفاعل هناخد مسال على الكلام ده سامي ابيت او كير يعني سامي يعيش في القاهرة هنبوصل لاي سامي ده يعتبر السيجي ابيت يعتبر الوكير يعتبر الكمplement فرنس ستخوف ان اروب فرنسا توجد في اوروبا فرنس تعتبر السيجي ستخوف تعتبر الوكير ان اروب تعتبر الكمplement الكمplement هحتاج منكو برضو ان انتو تكرئولي التلات جمل دول عشان نعود نفسينا عن نطق الصح ولو في اخطاء ان اصلح ان شاء الله وكل الحاجات دي هتكون موجودة فين جروبة تلكرام سامي ابيت او كير فرنس ستتخوف ان اروب لليفغ ايبل يبا احنا كده اخدنا حاجة اسمها لبا احنا كده اخدنا حاجة اسمها يعني دي اساسيات من اللغة الفرنسية يجب تعرف تكوين الجمل سجي سجي بعد كده عندنا حاجة اسمه لبخنون سجي ضمائر الفاعل لبخنون سجي اول ضمير عندنا هو ج ج يعني انا انا ج زي جمع بالهاني تو يعني انت او انتي إيل تتنطق إيل هو ال هي لما اكون بتكلم عن بنت او 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 احنا او انتم ال هم و ال هن ممكن نقولها الى فيك اس او ال و الى فيك اس او ال بس خلي بالكم محدش يقولها فيك اس لما ديجي تكرق جملة كاملة يعني مثلا لما جاقول اها اها في طالب يقول لي الى فيك اس لا غلط هي اسمها الى فيك اس بس تتنطق إيل هم يكون في القاهرة و هكذا بقى يا شباب اوكي يبقى دي اسمها لحظة واحدة نعيدة تاني في ناس لسا ما عمدش لايك والد بنت اعملوا لايك بسرعة جو انا تو انت ايل هو ال هي اون و نو احنا وبقول لكم على حاجة انا منزل اغاني حلوة لحلابسة يعني اللي يتفرج على حلابسة اشوف بقى كومنتات منكم كل واحد يكتب اسمه تحت ايه تحت الفيديوات بتاع حلابسة نزلت له أغاني أغاني أغنية عن الحروف وأغنية عن وفيه أغنية عن لما تسأل واحد عن عمره حلبسة هيزعل منكم لازم كل واحد يدخل يسلم على حلبسة يعملوا لايك يعملكم ومنت كده كويس منكم هسيب لكم برضو لينكات بتاعته تحت هنا إن شاء الله في الفيديو عندنا تمام يا شباب خلي بالكبه من الملاحظات دي عشان مهمة جدا أي اسم ولد أو كلمة تبدأ بلو وطلب منكم تشلوها وتحطوا ضمير حطوا مكانها إل يعني عمر سامي هاني علي عماد أي اسم أي اسم ولد أو أي اسم مذكر يعتبر إل طب لو جاب لي اسم بنت أو كلمة تبدأ بلو تعتبر إل أي حد من دول لا في لا تاب للا بوم لابوغ تعتبر إل أي كلمة مع موا اعتبرها نو موا إي آلي أنا وعالي موا إي عماد موا إي سارة موا إي جانا موا إي ساما تعتبر نو أي كلمة مع توا تعتبر في اسم ولدين سامي إي اومر يعتبر إل ركز يا ولد اقولت زاء عشان الناس مش بركزة سامي اي اومر ولدين مع بعض يعتبروا إل بنتين مع بعض نادا إي طاقة إل امر إي ساما ولد مع بنت إلا طب لو ولد مع عمية بنت إلا بركز برضو طب لو ولد مع مليون بنت برضو بيتعامل معاملة الرجالة. رجالة سابتين وجودنا في كل مكان. طبعا بلايهانة طبعا مش باهم مش باهم حد. يعني الولاد. يعتبر ليه? لان ده اسم جامعة مذكر. ليه في البنات? ده جامعة مؤنس. اي كلمة جامعة مؤنس. جامعة مذكر. بس كده دي قواعد بسيطة هتفيدنا كده في الافعال بعد كده. الاجتفيد دي بتحلوها في الواجب. نحلها ازاي يا ميسيوهاني? هنا موائي قلي. انا وعلي طالما في موائي باني اعتبرها على طول نو. باني اختار نو. هتحلوا بقية الاسئلة دي. دي طبعا دي سهلة. هنحلوها مع نفسكم مش لازم تبعتوها في التعليقات في اليوتيوب. يبعتو لي بس الجزء ده. اللي هو بتاع الشوازين. بس هو ده اللي صامت على النهاردة. هاسلم لكم ان شاء الله كله حسنا لقد حاجات بسيطة كده. وكان معكم سيوهاني عيش. شاريت لو عجبكم الفيديو. وعجبكم الشرح ما تبخلوش بلايك. بشوف مشاهدات كتير ولايكات قليلا ليه يعني. وكومنت كده حلو منكم كده. وكل وقت يعرفني هو مين. لو في ناس لسه معرفتش نفسها على على اليوتيوب. عرفوني نفسكم انتم مين. لو لسه متابعين جودات. يلا غفوغة. شوفكم بخير ان شاء الله. روحوا كله وشربوا ناموا او اضغطوا اي حاجة.